عايز أرجع بالسنين لسنة 74 بالتحديد ديسمبر 74 في شارع في تسوق شارع إيه في تسوق؟ الدلتا شارع الدلتا في تسوق كان فيه الدلتا أعزي جلسة لذبط الشارع يعني أحنا كان فيه مصري على فكرة يعني زي الحكاية دولة متقدمة وتطول الوقت كان عندك الحاجات الحديثة أحنا كانت تقريبا في الشارع داس وشارع الدلتا كان فيه دلتا كان فيه قطر بتاعة الأرض كان بيمر عندك آه كان فيه محطة قدام بيتنا يعني يمكن سنة البلاد بتاعتي انتهى لكن ظلت ملامح وظلت أثار هذا القطار اللي كان بييجي من تنطا تقريبا بيمر لغاية للشمال المتوس كان بيحمل بضايا أو يحمل ركاب والآخر فكان بيسمونه سموت دلتا لأنه كان فعلا كان خطي كبير جدا ومازالت أثاره حتى الآن كان له أنفاء بالمناسبة يعني احنا نعرف الأنفاء بالكلام ده من الخمسينات ولاش الكلام على الأنفاء بيحسسهم لا 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 بتكلم عن الأنفاء فمصر عشان مصر قبل حتى متر الأنفاء عرفت حاجة كان فيه دلتا أعتقد الناس اللي عصرت الحاجة ده ليه أنا بقى برجع على 74 ديسمبر 74 عندما دخلت تلفزيون بيتكم وشارعكم الكبير في دلتا في تسوق الجيل الجديد ربما الحكايات دي من نسبة لكم الأساطير كان حكاية وكان قصة وكان ألبان لما تلفزيون دخل بيتكم قلت بتكلمي أربعة وسبعين لسه الزع هي المساطرة التلفزيون كان جديد حتى على كل مصر كانت لايه التلفزيون دائما فيه مقهى معين وأنا فاكر قويس قوي هذا المطفل كان في أحوى الناس تتلمى حواليه كل يوم جمعة تعديدة مش معنا الجمعة عشان المماتشاط وأنا ذكرت بقدم لما رجع الدوري العام كان عندنا مشهورة جدا للأسف اتهدت كانت حاجة فخمة جدا حاجة على الطراز القديم جدا واسعة قوي بعدما رجع الدوري بعد توقفه أثناء الحرب الحرب رجع بعد كده 72 أزم ولما رجع فبقى يعني شو الناس عايزت وسيلة تسليجة وسيلة بعيدا عن أخبار الحروب وأخبار الدرب فيعودوا في القهوة فرجوا على التلفزيون على المطر على المباركة القديمة والجمعة تحديدة وأعتقد ما كانش حد بيتفرج على التلفزيون غير على المباركات كرة القدم في الشارع عندنا شارع كبير بين الناس بها ما كانش فيه ربما هو تلفزيون واحد احنا الله يرحمه والدي يعني احنا عدنا نضغط عليه لأننا لازم يبقى عندنا التلفزيون كان بكبع وقتها أنا عازم هو ساعتها بأنداش من الرقب قلت تعزيني أجيب لكم تلفزيون بمية وخمسين جنيه بمية وخمسين جنيه تلفزيون إزاي اللي هو الحبهنة كنت بتقول الحبهنة الحبهنة أجيب لكم تلفزيون أجيب لكم ليه تلفزيون واحنا ضغط طب جمعيات طب عشان خطرنا طب والنبي طب كانت عملية مساومة ومحايلة والحاح كان لباكي استمرت قبلها يعني عملية الاستمرار للحاح ده ليه بقى لأننا احنا كان عندنا قبلها كان ستي أو جدتي زي بقوله وعمامي جمع قاعد عندنا كان عشان يبنوا بيتهم كان في حية آخر يعني اسمحاني الزتونة فجم قاعد عندنا وكان عندهم تلفزيون سغير جم قاعد عندنا شهور لغيت لما انتهى البيت فاحنا لا لازم يكون عندنا تلفزيون يعني كان ايام الحرب افتكر يعني فلازم يكون عندنا تلفزيون فيعني بعد الحاح وبعد يعني وعود وتعهدات وهنذاكر ومش هنتفرج على التلفزيون الان بنخلص الواجب ونعمل كل شيء كانت كلها عملية يعني مفاوضات ولا مفاوضات اصل يعني لغيت في يوم الجمعة ده تقريبا انا فاكرك ويس جيد دليل انه فوجه انه اه راح اجيب التلفزيون عملية ده كتعملية كبيرة جدا يعني فمن بعد الصلاة لغاية صلاة العصر الشارع كله عارف يعني شارع كله عارف يعني من اولو الاخر جالكوا تلفزيون اشتريتوا تلفزيون انه عم علي السنهور طبعا الشارع كله قاعدة عند السنهور عمش عايزة قولك ازا غريت لما شفنا من على مدد الشوف يعني كان اخوي اللي اكبر مني اخوي كبير ربنا ديره صحة شاير الكرتونة والدي شاير الكفير كان موسى بقى كان سبعتاشر بوصة ده كمان ده انتو وكده حلوة اوي كان ناس بتجيب أربعتاشر بوصة في الوقت ده ده كان سبعتاشر ده كان حاجة حاجة فخمة يعني معروفة يعني تلي مصر ولا ايه كان ثانيوم كان ثانيوم فوالدي بقى شاير كان فيه زمان ما فيهش لطباق كان فيه الاريال اه فكرة طبعا والاريال ده له قصة يعني حوضيته اخرى جبته كمان اريال مع التلفزيون لقد انتو عجل وحكايته مع الاريال فوشالين اريال فانطلقت الزغريت بالتأكيد يعني يعني التلفزيون جاي بيت السنهوري فمش عايز يقولك انه اولا ده انا كنت ساعدت اظن تانية تالتة تالتة بتدايق حاجة زي كده كان اعطاني ميزة بالنسبة اللي هي في وسط اقران طبعا اه اه عدل باشا ليه الكمل العدي مين اللي يجي تفرج معي ومين ما يجيش زي صاحب الكورة كده انا كنت كمان في اللعب مين كنت صاحب الكورة في اللعب عشرت اه حلعب في مركز المهاجم مش هاف جول اه كمان عشان التلفزيون عندك ليه شروط ما بين اقران عشان اما بالليل حيجوا تفرجوا اه ومين اللي هتفرج ومين ومين هيقعد فين وشروط والصف الأول في الصلاة مين والصف التاني مين وهو الاخر ابتزت صحابك كانت ايش عايز اقولك كان يوم انا اعتقد لا ينسى في تاريخ انا كطفل لانه محفور في ذاكرتي لانه افتكر انه مرتوب مربوط عندي يوم وفاة المشير احمد اسمعين علي في هذا اليوم كان تقريبا اول ما فتحنا التلفزيون كان على وفاة المشير احمد اسمعين اه علي واعتقد انه التلفزيون ما كانش بيتفتح يعني الا في توقيطات معينة ولا بقى المسلسلات بقى ولا الافلام ولا موزيحة الربط كده على القدال اولى هو كان هم قناتين اه القدال اولى القدال اولى والتاني واللي هو كانت الحلقة دي اه ما فيش ريموت كنترول في الوقت خالص يعني ده الحلقة البقرة دي وكان التلفزيون معروف بيفتح الساعة عشرة وبيفر الساعة عشرة الخميس يقفل الساعة 12 عشان فيه فيلم عربي احنا كنا بروح مدرسة السابت فالجمعة برضو بيقفل الساعة عشرة فهو الخميس متحليكي شوية انك تصهر قدام التلفزيون لكن اتفتح بمعاد وتقفل بمعاد وتحت تنفيذ كافة الوعود المزاكر اللي الوالد تركها طب حفلاته مكلسون بقى وحفلات فيروز هو كانت فيروز من نسبال الاربعة وسبعين اظن الحفلة دي او الاربعة وسبعين لانك اعتقد من اعظم حفلات فيروز ودي كانت حاجة عظيمة تكتبت في مقالك جاءت فيروز الى القاهرة ومعها الاخوان رحباني والفرقة الشعبان لبنانيا يوم الـ 11 اكتوبر 76 بالضبط دي كانت الحفلة دي من اعظم حفلة كنت بحبة فيروز ودايما يعني ولما جات تلفزيون كمان شفت فيروز يعني شفتها يعني يعني رأي العين زي بقوله كانت من اعظم وجد نظر هذه الحفلة من اعظم الحفلات اللي عملتها فيروز في تاريخها فيروز جات بعد كده يمكن هي جات لها زيارات شخصية ثم الزيارة الحفلة دي ثم حفلة الهرب اظن كانت في نهاية التمانينات لكن هذه الحفلة يعني بصراحة من اعظم الحفلات النهاردة طبعا ذكرى ميلادها اه طبعا يعني انا طبعا بوجه لها التحية بالهنة وبقول ان هذه الحفلة اتمنى انها تتكرر تاني وفي حديقة الاندلس الحديقة الاندلس دي يا جماعة الخير اعتقد انه علينا الاهتمام بيها لانه هذه الحديقة كانت مصدر اشعاع للفن وش الخير على عبد حليم حافظ اتعملت فيها افلام كثيرة جدا واتقامت فيها حفلات كثيرة كثيرة جدا لو تفتكر فيلم حكاية حب ايوة الله كانت في حديقة الاندلس احنا نتمنى حديقة الاندلس بكي اهتمام بيها كبير وترجع تاني فده بدمن الحاجات اللي الوعد عمره ما ينساها في حياته انا هضم صوتي صوت حضرتك ونخاطب فيروز ونناشد فيروز اللي ايد ميلادها النهار ده اولا كل سنة وانتي طيبة ونتمنى انك تيجي مرة تانية تغني في مصر واكيد وقتها حديقة الاندلس هتزدان كده علشان استقبالك اليك يا غورة الوعد اشتركوا في القناة